في جو الانتخابات النيابية والبلدية يكثر الكذب والكذب من الكبائر الموجبة لدخول النار كما يكثر الكلام في الأعراض الغيبة معلوم أن الغيبة من الكبائر وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوام يخمشون وجوههم وصدورهم لهم أظافر من نحاش يخمشون وجوههم وظهورهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه وسلم من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لعوم الناس ويقعون في أعراضهم وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحبوا حدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا فكرهتموه لما يجاء بجنازة ويكشف عن وجهه ويقول لك كل هل تستطيع أن تأكل إنسان ميت؟ والغريب يا أخوان أن الناس يجمعون حسنات سنوات طويلة يجمعون صلوات حج عمرة تسبيح قيام ليل رمضان كفالة أيتام بر والدين تسبيح قيام ليل هذه كلها تروح لما يتكلم في رجل غائب والخطورة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن أو في مسلم ما ليس فيه أوقفه الله على جسر جهنم حتى يخرج مقال ذكرك أخاك بما يكره شو إلى النبي صلى الله وسلم إن كان فيه أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبته ولم يكن فيه فقد بهدته إذن الغيبة ابتعدوا عنه يا أخواني هؤلاء أخوانكم منافسة شريفة هو يغتاب ليسقط فلان أو حتى يمدحه المترشح والله لا ينفعنا هذا والله لا ينفعنا نخرج من الانتخابات البرلمانية والنيابية بجهنم